تعبدنا بالصبر على الخير وتعبدنا بالصبر على البلاء الصبر على الخير يوجب الشكر لله تبارك وتعالى هو الصبر على النعمة الصبر على النعمة هو استخدام النعمة فيما منحت بها له أن تستخدم النعمة في محلها أن تضع كل شيء في محله تضع الصحة في محلها تضع المال في محله تضع العلم في محله تضع كل نعمة من الله بها عليك فيما وجدت تلك النعمة له هذا هو الصبر أي أن تحبس نفسك على فجل كل مأمور به هو الصبر وأن تحبس نفسك على ترك أي تجبرها على ترك ما نهيد عنه أي أنه هو الصبر الصبر عبادة مستقلة إذا أعطاك الله تبارك وتعالى ببلايذ أو مصيبة فما عليك إلا أن تؤدي الواجب في تلك المصيبة هو الصبر لله تبارك وتعالى والرجوع إليه في حديث مسلم الذي رواه عن سهيد أرموني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى هذا أن المؤمن لا يجالبه الخير ولا يباعده في الحلو وفي المر هذا إذا عرف الله وآمن بالله وسلم أمره لله ليس ما يصبر الإنسان عليه الموت لا هناك موجبات الصبر كثيرة غير الموت تسمع كلمة فيها إساءة إليك فتتظم هذا نوع من الصبر يظلمك أحد في عرضك أو في مالك أو في كل شيء تكمل وتعفو أيضا هذا نوع من الصبر أيها الإخوة في حديث أخرجه كمران يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وظلم فغفر فسكت فقال له الصحابة يا رسول الله ماذا له من فعل هذا ما حقه وما نصبه فقال أولئك لهم الأمن وهم مكتبون أي الذي أعطاه الله النعمة فشكرها وابتلاه الله بالمصيبة فصبر لها ووقع في ظلم الآخرين فاستغفر ربه وظلم هو في نفس أوماله فغفر لمنظلمه إن الله تبارك وتعالى يؤمنه في الدنيا والآخرة ويهديه سبل الرشاد لذلك جاء في حديث الصحيح يا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شكر الإيمان وسبحان الله والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ آله ما بين السماء والأرض الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها الصبر ضياء الصبر يأتي بمعنى الصبر الذي نتكلم عليه ويأتي أيضا بمعنى الصيام لأن الصيام هو أيضا صبر لأنه حبث للنفس عن الأكل والشرب وعن الشهوة ولذلك كان من الصبر وفي الحديث والصبر ليس له جزاء إلا الجنة وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أن يحاسب غير الصابرين على أفعالهم وتروقهم أما الصابرون فلا يحاسبهم الله تبارك وتعالى وإنما تفتح لهم أبواب الجنة فيقال له مدخلوا أيها الصابرون في حديث أبي الدرداء الذي أخرجه الحاكم في المستدرك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال لعيسى يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمد الله وإن أصابهم ما يكرهون صبروا لله تبارك وتعالى أو احتسبوا وصبروا إن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا علم ولا حلم قال رسول الله كيف يكون هذا يا رب يا رب كيف يكون هذا إنسان يشكر على جميع النعم ويصبر على كل المكان وهو لا علم له ولا حلم له قال أعطيهم من علمي وحلمي الله تبارك وتعالى يتفضل على هذه الأمة وعلى أهل الإيمان الصحيح منهم بأن يلهموا الشكر على جميع النعم ويلهموا الصبر على جميع البلايا والمحن لذلك علمنا إذا أردنا فعل شيء أن نقول بسم الله وإذا فرغنا منه أن نقول الحمد لله الحمد لله كلمة قصيرة ولكن ثوابها ونورها كبير الحمد لله تملأ الميزان ثوابها هذه الكلمة إذا قالها المؤمن يوم القيامة تملأ ميزان الأعمال كلها أي تردح بكل السيئات وبكل المعافي وبكل المخالفة الحمد لله نقولها دائما في كل عمل فرغنا منه نبدأ أكلنا أو طعامنا ببسم الله ونختمه بالحمد لله ونبدأ بعض الأعمال بالحمد لله الذي آتاني كذا الحمد لله الذي رزقني هذا السوب فكذانيه من غير حول مني ولا قوة يغفر للنسان بهذه التلمة ما تقدم من ذنبه وما تأخر لذلك يجب على المؤمن أن يعد نفسه للتعامل مع الله في جميع الأحوال فيما يصره وفيما يحزن فالله تبارك وتعالى حكيم عالم خبير لا يضع شيء إلا في محلك فإذا أصدت مصيبة فاعلم أن هناك مصيبة قد تكون أكبر منها فأنعم الله عليك بالأخف وإذا منعك نعمة من النعم أو خيرا من الخيران فقد تكون هناك حالة أشد عليك من ذلك ولكنه اكتار الأخف بالنسبة له فاحمد الله على الصراء والضراء يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواب كليم ملك طرأ في الرحيم الحمد لله حمدا يقترن بحكمة الله البالغة ويحيط بنعمه السابقة ويقص نعمته علينا بالإيمان والإسلام فإنها عظم نعمة ونشكره تبارك وتعالى على أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير أمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذات وصفاته شهادة مبرأة من الشت والشت والتأثير وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المنعوت بجميع المحامد والخلق العظيم المخصوص بكمان القرب والتقديم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه أهل الرجل والتسليم أما بعد أيها لقوة المؤمنون إن سيدنا معاذا ابن جبل رضي الله عنه في حديث المحبان قال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله قال أن تموت ولسانك رب من ذكر الله معنى هذا أن المسلم يجب عليه في حياته كلها أن يدرك أن الذكرى هو أحف العبادات على اللسان وأفقل العبادات في الميزان وأعظم العبادات عند الله رجل من الصحابة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده قال هذا الصحابي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من المتكلم آنفا أي من الذي تكلم بهذه الكلمات القليل آنفا فخاف الرجل أن يكون أساء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت قال ليتكلم فإنه لم يقل إلا خيرا فقال أنا يا رسول الله رفاع بن رافع الزراقي الأنصاري قال أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدعونها أيهم يبتدعونها أول رأيت أكثر من ثلاثين ملك يتسابقون أيهم يبتد هذه الكلمات أو يبتد ثوابها قبل صاحبه انظروا هذا الرجل تلفظ بهذه الكلمات واقتبا ثوابها وأظمتها وألوها عند الله تبارك وتعالى أن يتسابق الملائكة ومعا في أن يحصل على رضوان الله بكتابتها بذلك الزكر ليس في قليل الحمد لله زكر الله أكبر زكر سبحان الله زكر لا حول ولا قوة إلا بالله زكر قراءة القرآن زكر تلاوة تلاوة زكر الصلاة النبي في حد ذاتها زكر كل عمل يذكرك بالله ويذكرك بالخوف منه أو في الرجاء فيما عنده هو زكر ولذلك تعليم القرآن زكر تعليم العلم زكر الإكسار من كلمة لا إله إلا الله ذكر وهذا الذكر أصحابه هم أهل الكرم فكل من مات وهو يذكر ربه فهو من أهل الكرم عند الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه التبران وابن الخبان إن الله حز وجل قال اليوم يعلم أهل الجمع من هم أهل الكرم فقال الصحابة يا رسول الله من هم أهل الكرم قال الذين يذكرون الله تبارك وتعالى أو أزاكرون الله في المساجد أي الذين يذكرون الله تبارك وتعالى في المساجد وفي أماكن سجودهم أي في صلواتهم وفي إباداتهم وفي تحركاتهم وفي سكناتهم وفي كل أحوالهم الذين لا ينسون ربهم هم أهل الكرم يوم القيامة إن الله يتكرم عليهم ويدود بفضله وكرمه بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشا لأن هؤلاء هم الصالحون عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم من قال العلماء ثم من قال الصالحون والله تبارك وتعالى يقول أعددت لعباد الصالحين في حديث الصحيح أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشا لذلك أهل الكرم عند الله هم أهل الإكرام ويدفي في فضل الذكر حديث البطاقة وهو حديث المشهور عند الحاكم وغيره عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة أي يصاح برجل من أمتي على مبوس الخلائق يوم القيامة فيوتد الرجل فيمد له تسع وتسعون سجلا كل سجل مد البصر أو يملأ ما بين السماء والأرض تسع وتسعين ملف كبير واسع قويل أريض يملأ ما بين السماء والأرض ويراه الإنسان مد بصره كل ذلك السيئات كل ذلك الزنوب فيعرض الله تبارك وتعالى على هذا العبد هذه التسع وتسعون يعرض له هذه التسع وتسعين سجلا فيقول له يا عبي أتنكر شيئا من هذا هل تنكر شيئا من هذه الزنوب يقول لا يا ربي أظلمك كتبتي أي ظلمك الملائكة فأدخل عليك أشياء لم تفعلها قال لا يا ربي هل لك عذر في أنك فعلت هذه الزنوب يقول لا يا ربي هل لك حسنة فيهاب العبد فيقول لا يا ربي فيقول الله تبارك وتعالى بلى إن لك عندنا لحسنة فيؤتى ببطاقة ورقة صغيرة كتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيستعدل العبد لما يراها يقول يا ربي ما هذه البطاقة في هذه السجلات أي ما تغني هذه البطاقة في هذه السجلات الكثيرة الكبيرة العريضة الطويلة ماذا قال قال الله تبارك وتعالى ضعوا البطاقة على الكفة وضعوا التسعة وتسعين سجلا على الكفة الأخرى فطاشة التسعة وتسعين تسعة وتسعون سجل تسعين ديستراتement اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة